بمناسبة يعني بعض الناس الآن يعني يأتون ببكائيات وبتوجع وحزن على فراق يعني على فراق رمضان ويأتون بعبارات قد تكون يعني من العبارات التي عليها ملحظ شرعي لا الإنسان يفرح النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان يفرحما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فالحمد لله اللي أتم علينا وعليكم الصيام وهيئ لنا هذا الموسم العظيم فما في داعي إلى مثل هذه البكائيات أو اللطميات أو التوجع يعني الإنسان إذا سمع شيء من هذا يعني كأنه يخيم حزن وكآبة نحن أمة فرح وأمة واستبشار ولله الحمد ما في داعي لمثل هذه الأشياء ولذلك افرحوا افرحوا بنعمة الله عز وجل اللي أتم عليكم الصيام والقيام وقراءة القرآن إنسان تذكروا يا رب القبول